من لندن دكتور صادق الركابي مدير مركز البحوث الاقتصادي أهلا بك دكتور صادق قبل الخوض في أسباب هذا الارتفاع في أسعار النفط هل هذا الارتفاع حقيقي يتسق مع المعطيات السوقية أم وهمي وكاذب وربما سرعان ما يعود إلى وضعه السابق نعم تحية لكم لا هو بالفعل ارتفاع حقيقي الآن هناك مخاوف من أن يتحول النقص في المعروض إلى أزمة حقيقية لأنه كان هناك لدينا في العامين الماضيين زيادة في المعروض جعل التدفقات النقدية بالنسبة للنفقات الرئيس مالية للشركات النفطية تقل وبالتالي هناك مخاوف من أن عودة الاقتصاد الآن بعد جائحة كورونا للعمل وخاصة في قطاع النقل الذي يستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية وحدة 71% من السوق النفطية الأمريكية هذا العودة السريعة قد تجعل الطلب كبير وخاصة أن الآن الانتاج الصناعي في كل من آسيا والاتحاد الأوروبي سوف يعود إلى زيادة مرة أخرى هذا يجعل إذن دكتور صادق هل بدأ فعلا العالم بالتعافي من أثار جائحة كورونا وعجلة الاقتصاد بدأت بالانتعاش من جديد والدوران أم من المبكر الجزم في ذلك طبعا هو من المبكر أن نقول تعافى بشكل كامل ولكن هو في بداية التعافي ما يزال لدينا مخاوف من المتحور الهندي الذي بدأ ينتشر في بعض البلدان ما يزال لدينا مخاوف من ارتفاع مديونية كبيرة للشركات قد تؤدي إلى أفلاس الكثير منها وبالتالي عدم الاستهلاك الكبير للنفط كما يتوقع البعض لكن بالمجمل هناك تعافي هذا التعافي سوف يستغرق قرابة العامين إلى أن يكون هو تعافي كامل لكن بالمجمل السوق النفطية سوف تشهد طلب كبير وسوف يتحول الزيادة في المعروض إلى نقص في المستقبل وحتى أن هناك أرقام تقول بأن النمو في الطلب سوف يكون لهذا العام بمعدل 5.6 مليون برميل يوميا تقل في العام الذي يليه بسبب توفر الكميات لاحقا لكن هذه الزيادة حقيقية والتعافي موجود نعم هناك مفاوضات في فين بين إيران والدول الست الكبرى كيف تؤثر فرص الوصول إلى اتفاق أو عدم الوصول إلى اتفاق على أسعار النفط هذا الأمر رأيناه النعاكس خلال هذين اليومين عندما تسربت أخبار بعدم التوصل إلى اتفاق أو تعالق المفاوضات ورأينا أن الأسعار ارتفعت لأن ارتفاع الأسعار هو مبني على أن عدم وجود كميات من النفط الإيرانية سوف يفاقم الأزمة في وجود المعروض لأنه بالفعل بدأنا نتحدث عن تحول الأزمة من زيادة في المعروض إلى نقص في الطلب وهذا النفط الإيراني كان من المفروض أن يطمئن الأسواق إلى أن هناك كميات إضافية من النفط الأمر الآن تعرق المفاوضات جعل السعر يرتفع بسبب مخاوف من أن لا يكون هناك كميات كافية في العام المقبل لتستوعب حجم الطلب الكبير في الأسواق العالمية نعم دكتور صادقة ركابية مدير مركز البخوثة الاقتصادية كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر